السلام عليكم ورحمة الله وبركاته تحياتي لكم مجددا إذن بعد الفرض الذي وضعناه نتبعه الآن بجدادته لأن لكل فرض جدادة سنرصد هنا مع أهم النقط التي توضع في هذه الجدادة التي يعدها الأستاذ أو المدرس قبل وضع الفرض إذن هذا النموذج لدينا لوحة تقديمية فيها المستوى مدة الإنجاز الدورة المستهدفة اسم المدرس كأمتلا يمكن إضافة كذلك اسم المؤسسة إذن تقسيم العمودي لهذه الجدادة لاحظوا أمامي القدرات والأهداف المستهدفة الإسناد المعتمد في التقويم تعليمات أو أسئلة عناصر الإجابة ثم سلموا التنقيض خاص بهذه الإجابات مثلا سنبدأ بمكوّل الجغرافي الذي تحدثنا عن مقاله في السابق الهدف أو القدرات المستهدفة هنا ترسيخ النهج الجغرافي في كتابة المقالية ثم تنمية حس الاقتراح والإبداع إذن قدرات عامة يمكن أن أضيف لها أهدافا في التفاصيل يعني هنا مثلا النهج الجغرافي في كتابة مقال خاص بمثلا رصد خصوصيات المجال المغربي أو وصف خصوصيات المجال المغربي وتفسير المشاكل التي يعاني منها يعني الهدف يكون يعني تطبيق للقدرة التي نستهدفها إسناد إذا اقترحت نصا أو وثيقة على المترشحين أو المتعلمين يوضع هنا إذا الموضوع الأول الذي سبق أن رصدناه سندهب مباشرة إلى عناصر إجابته وسلم تنقيطه هذا الموضوع الأول لاحظوا مقدم بعض الأجوبة المقتضبة يعني باختصار لنكتب التفاصيل اقتصاديا اجتماعيا تفسير الأزمة مثلا الجفاف وسوء التسير بالنسبة لأزمة الأرياف توجهات المجالية لسياسة إعداد التراب الوطني هنا نتحد الأقاليم الشمالية لمناطق الجبلية الصحراوية وغيرها من المناطق ثم نحدد عناصر سلم التنقيط الخاص لعناصر الإجابة مثلا ثلاث نقاط على الفقرة الأولى نقطتان نقطتان يعني سبعة وسنحدد بعد قليل ثلاث نقاط الأخرى نفس الشيء بالنسبة للمقال الثاني تحديات سياسة إعداد التراب الوطني باقتضاب أو وصف التمديل بالمغرب وتفسيره ثم دور إعداد التراب الوطني في معالجة أزمة الأرياف بالنسبة لسلم تنقيطها لدينا ثلاث نقاط نقطتان ثم نقطتان الثلاث نقاط الأخرى توزع للشكل التالي المستوى الأول المنهجي مقدمة ووضوح ومنطقية تصميم ثم خاتمة المناسبة لاحظوا نصف نقطة للمقدمة نصف نقطة لوضوح والمنطقية نقطة للخاتمة التي يمكن أن تضم الاستخلاص تقييم والابتدادات اللغة السليمة والتعبير التاريخي الواضح والشكل المقلول نقطة يعني المجموعة ثلاثة إضافة إلى السبعة السابقة يعني عشر نقطة مكون التاريخ القدرات المستهدفة القدرة على فهم الوثيقة التاريخية واستخراج الأفكار بدقة عبر تذكر عناصر موضوعها في شموليتها إذن هنا كان المقترح هو نصان تاريخية النص الأول والتاني الموجودان في الفرد السؤال الأول كان هو الإطار التاريخي إذن نضع له في عناصر الإجابة يقاد الفكرية مثلا المشرق العربي خلال القرن التاسع عشر شرح المفاهيم ما يفيد تركيز طيار الأول على ربط الدين بالشؤون الدنياوية والطيار السلافي عكس طيار الثاني الذي ينادي بالفصلي بينهما ثم ندينا الأمرين العظيمين موجودان في النص راح يدو دائما عناصر الإجابة مرتبطة بسلم تنقيطها نحددها في الجدادة ثم الموقف خاص بفرح أنطوان يستخرج ثم لدينا الفكرة العامة التي تكون مقتضبة طبيعة الحال لسفية تفاصيل لأنها عبارة عن فكرة أساس للوثيقتين وأخيرا مضايا الاختلاف بين أفكار الطيار السلافي والطيار العلماني يقبل ما يفيد الاختلاف مع التعليل طبيعة الحالة والدم إبراز ما يجعل هذه الطيارين مختلفين عن بعضهما البعض إذن سأضع كذلك نموذج هذه الجدادة في وصف الفيديو لم يبقى لي سواء أشكركم على حسن الانتباه ومتمنياتي لكم بالتوفيق والنجاح ترجمة نانسي قنقر